السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومحبا بكم في الحلقة الثالثة من حلقات فوزير مصر عن ملوك الفراعنة فوزير رمضانة عن ملوك الفراعنة هي كده كده الفوزير في مصر المهم نرد الحلقة الثالثة ثاني تنبيه على كل الفوزير هم الثلاثين في الزورة في الثلاثين يوم مدتهم أسيارة المطلوب منك انك تعرف اسم الملك الملك هيكون واحد من ملوك الأسرات من الأسرة الأولى للأسرة الثلاثين ويكون مصري دايما يعني مش هجيبلك ملك من ملوك الاحتلال مش هتلاقي مثلا لا قنبيز ولا الاسكندر المكدوني ولا اي شخصية غير مصرية كلهم ملوك مصريين اللي بيروي ان الفوزير هو ابو الهول اللي خارج عن صمته وقرر يتكلم ويقول ملك النهاردة حكم مصر لما وصلت نبوء 13 المشهورة وحرر مصر من حكم أشور بعد ما كانت مكسورة تاج البرونز أصبح بالنسبة له كاس عشان يقهر المنافسين ويحرر الناس يستعمل في حربه جنود من النحاس يقل العاصمة لسايس في الشمال وبعد موته كسفت الشمس في الحال أول ملك من ست ملوك حكم مفسايس تعرفت اسمه ولا لسه حايس نقولها مرة تانية حكم مصر بعد نبوء 13 المشهورة وحررها من حكم أشور بعد ما كانت مقهورة تاج البرونز أصبح بالنسبة له كاس عشان يقهر المنافسين ويحرر الناس استعمل في حربه جنود من النحاس نقل العاصمة لسايس في الشمال وبعد موته كسفت الشمس في ابنها في الحال أول ملك من ست ملوك حكمه في سايس عرفت اسمه ولا لسه حايس وطبعا زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت القصار والصور هي لنفس الملك عشان لو ما عرفتوش من نص الكلمات اللي احنا قلناها تعرفوا من الصور وعموما اللي عايز غش اسمه مكتوب عندكم على الشمال فوق بالهلوغريفي شوف ترجمة وهتعرف هو مين وإلى هنا تنتهي حلقتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا